دلوقتي احنا نتكلم على ازاي احنا ناخد الغفران ده هو ازاي نطلب الرب مدام ما يوجد اول حاجة الله موجود والله قريب الله مش تعالى الله مش بعيد الله تنازل الله قريب وطالما الفرصة سانحة ومفتوحة بالزبط طبعا ودلوقتي الفرصة مفتوحة لكل واحد واي واحد يحب انه هو يقبل عمل المسيح الكفاري من اجله دي فرصة زهبية الان الان وقت مقبول ان سمعتم صوته فلا تقصوا قلوبكم الكتاب بيقول وعلشان كده انا بقدم النهاردة رسالة لكل واحد حاسس ان الخطايا كسرت ظهر وحاسس ان الخطايا فصلت ما بينه وما بين ربنا حاسس ان الخطايا بتاعته الاثام الزنوب والمعاصي خلاص دخلته في دايرة بعدته عن ربنا وحاسس ان هو ملوش وش ان هو يوري وشه ربنا انا بقولك النهاردة النهاردة وقت مقبول النهاردة تعالى وقوله يا رب تعالى المس قلبي تعالى افتح قلبي انا ما عنديش كلمة اقولها لك لكن انت يا رب تقدر تيجي وتفتح قلبي وتنور عناية انت تقدر تيجي تغير حياتي من انسان بعيد عنك ومعرفكش الانسان اعرفك معرفة حقيقية ويكون ليه علاقة حقيقية بيك انت الى عظيم وانت الى صالح وانت الى ما بتردش حد انت موجود انت قريب مني انت اقرب مني من اقرب الناس اللي علشان كده انت يا رب تيجي النهاردة وتغير حياتي انت يا رب تيجي النهاردة وتغير ذهني افكاري تغير اتجاه قلبي تغير قلبي اللي تحجر من بعد عنك الدنيا قلبي جديد قلبي لحم ينبض ويحس بيك اشتركوا في القناة